السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة وطالبات الصف الثاني السنوي اهلا بكم ان شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض التقييمات الاسبوعية للاسبوع السابع هنبدأ الأول بالأداءات الصفية اللي هي على يونت ثري الوحدة التالتة The future of food مستقبل الطعام رقم واحد في سؤال تشوز This cake is really not الكيك هدي تكون حق النقط Who cooked it مين اللي طهها يبقى محتاجين هنا صفة صفة للكيكة Teast the feral معناها يعطي مزاق ممكن اقولها مثلا This cake really tastes delicious محتاجة اعادة صياغة Teastful ما لهاش علاقة بالطعم خالص Teastful معناها ايه دال على الزوق الرفيع مثلا وهكذا يعني مثلا ممكن اقول ايه Teastful وخلي بالك من استخدامتها Teastful furniture يعني اساس ايه اساس زقه حلو يبقى عندك تيستفول دي تيجي مع الاشياء مش الاشخاص يعني ما ينفعش اقوله He is tasteful ما ينفعش لازم الاشياء والاسم منها Teastfulness تمام الزوق الرفيع وهكذا طيب تيستي معناها طعمها حلو Delicious يعني فهي الاجابة تيستي رقم اتنين الكثير من الموظفين عملوا ايه لوظائفهم بسبب الحرب مست مست معناها شخص وحشني فتني وتوبيس فتني معت حاجة وهكذا لكن هو عايز يقول ايه خسروا او فقدوا الوظائف بتاعتهم فتكون التصريف التاني والتالت من الفعل معناها يخسر لكن معناها يكتسب فعل مهم يعني ايه يكتسب معناها يزداد او يزيد رقم ثلاثة الشرطة وصلت لايه بقى ان المجرم كان كاذبا كلمة معناها كاذب كداب يعني تمام ستادي يعني ايه وصل لدراسة ان مش جاي فيه تعبير على بعضه اسمه كوم تو او حتى ريش واحيانا برضو اللي اصلا معناها يرسم بس هنا لها معنى مختلف لان دي كولوكيشن يبقى كوم تو او ريش او درو اكونكولوجين كونكولوجين ثانية واحدة صح كونكولوجين معناها يصل الى ايه خاتمة او استنتاج او خلاصة تمام كده فالاجابة تكون ايه كونكولوجين ماشي لكن معناها انتباه واكسبيرينس معناها خبرة وده اسم لا يعد رقم اربع احمد must rewrite the sentence احمد لازم يعيد كتابة هذه الجملة as it doesn't not any sense to us لان الجملة دي ما تديش اي معنى لينا عندنا برضو كولوكيشن اسمها ايه make sense معناها يعطي معنى يعطي ايه معنى فدي كولوكيشن يبقى اذا اجابة تكون ايه make ودايما الكولوكيشن حفظ ماشي يبقى make sense لما قلت doesn't make sense معناها لا تعطي معنى رقم خامسة this year هذا العام we have a note of cotton لدينا ايه من القطن it will be export مفتاح الاجابة هنا شباب it will be exported معنى سيصدر يبقى فائد من القطن طيب harvest معنى حصاد او وقت الحصاد تحديدا ماشي production ده اسم لا يعد مش هنفكر فيها معنى انتاج وحد يجاوبها ده اسم لا يعد ماشي manufacture معنى يصنع وكروب معنىها محصول او وفرة يعني محصول كتير فالاجابة تكون ايه a crop of cotton تمام كده طيب رقم ستة بقى the weather has been very good for the wheat نقطة this year بقول ان الطقس كان ومازال رائع جدا او كويس لمحصول القمح بص يا شباب اول ما يقولك rice او wheat وهكذا يبقى تقول بعدها harvest مش كروب ماشي لانها بيتكلم عن ايه هنا عن الوقت اللي فيه الحصاد اللي هو فيه طقس مناسب للوقت وهكذا تمام هارككم الدليل من القموس لان الجملتين خمسة وستة فيهم جدل شوي بصوا يا شباب كلمة harvest معنى the time when crops are gathered الوقت اللي ايه بيتم جمع المحصيل فيه وهكذا او عملية الجمع بتاعتهم وهكذا حتى بيقولك هنا wheat اهي wheat يعني قمح rice grape rice يعني rice grape يعني عنب وهكذا harvest يبقى دايما لما تذكر النوع بتاع المحصول potato مثلا تقول harvest ساعته لكن هتقول محصول الكذا يعني فيه وفرة وكده في كتير وده الموسم بتاعه او بيقولك the amount of wheat وهكذا هتقول ساعته crop of كذا crop of كذا ولكن هنا بيقولك المرادف بتاع harvest يعني برضو ممكن harvest صح فانا شايف ان كان يحزف واحدة من الاتنين افضل طيب ما احنا ممكن نفكر برا سندوق نقول ان ممكن كلمة produce كاسم لا يعد معناها ايه انتاج زراعي وهنا wheat لا احنا ما بنقولش wheat ولا rice produce بنقولها مثلا agricultural produce بنذكر اسم المحصول تمام اذا الاجابة هتكون harvest وانا شايف ان كان يحزف واحدة من الاتنين يحزف crop هنا وكمان crop هنا بس خلي بالكم كلمة production في رقم خمسة مستحيل ان ده اسم لا يعد هوريكم برضو في القموس ادي كلمة production بالمعنى الاول uncountable لا تعد عملية انتاج وزراعة وهكذا تمام والمعنى التاني برضو uncountable المعنى الوحيد اللي ممكن تعد فيه معناها مثلا ايه شركات انتاج للافلام حاجات زي كده production او افلام منتجة وكده يعني كده من الاخر كده بصراحة رقم خمسة وستة دي اسئلة مدرسين مش طلبة بصراحة ربنا يسامحوا يعني رقم سبعة ممكن تقول لي على مشروع الذي فيه انا استطيع نقط فلوسي طبعا دي واضح جدا يستسمر فلوسه صح يعني يهدر معناها يفقد ويخسر هي الاجابة معناها يستسمر يبقى دي فعل معناها ايه يستثمر والاسم منها investment استثمار احنا عايزين بعد كان الفعل الايه الناقص المودال لازم ييجي بعده مصدر فعل صح وبالتالي invest تمانية هو عايز يقول ان نجاحه هو نتيجة مباشرة لمهارته شطارته يبقى عايزين الاسم تمام عندك result اسم صح بس عايزة result of نتيجة لي طيب result from result in مش هترجعهم غير افعال فمش هنفكر فيهم result from معناها ينشأ من او ينتج من ينتج من تمام result in يعني ينتج عنه يعني يؤدي الى خلاص دول افعال احفظهم كده يبقى result from ينتج من result in يؤدي الى وتسوي cause وتسوي lead to لك result of طالما فيه of يبقى دي اسم ودي المحتاج انه فاذا نجابتكم مين result of نتيجة لي رقم تسعة the volcano has not a lot of damage to the city عندك damage declocation معناها يسبب ضرر اسمها ايه do او cause وكمان كلمة جديدة اسمها inflict بس ما فيش اي فعل تاني معناها يسبب مع ضرر غير do cause inflict لانك كترجمة تلاقي ميد عمل ضرر ادى ضرر سبب واحضر ضرر هتلاقيهم كترجمة ماشية لكن هي العملية حفظ فالاجابة تكون مين هتكون done فقط على اساس do هنا رقم عشرة بيقول بيقول ان المقال يحتوي على عدد من الاسباب اللي نقط اسباب حقيقة لا اسباب حقيقية حقيقة بشكل حقيقي او فعليا لا يبقى محتاجين الصفة اللي هتكون مين معناها متعلق بالحقائق او حقيقي رقم 11 بيقول he was found نقط so he was sent to prison وجد نقط لذلك ارثل الى الثجن guilty مزنبا مزنب صح innocent بريء honest يعني امين او صادق او مخلص loyal يعني مخلص طبعا واضحة الاجابة تكون guilty رقم 12 بيقول وبيقول ان مها قررت انها تدرس في انجلترا طبعا احنا بنتكلم على future form شكل من اشكال المستقبل وعندك هنا مفتاح الايجابة له has decided اول ما تلاقي has او have decided معناها قرر decided تمام اللي يتساوي بالضبط made up her mind مثلا حسب الفاعل ولو لقيت برضو intend يعني ينوي او intention او لقيت كلمة plan او مثلا plan مخطط له وكذا يبقى احنا منتكلم عن مين منفاكر am is are going to المصدر يبقى اول ما تلاقي كلمة يخطط او خطة اي حاجة اللي علاقة بالخطة بالنية بالقرار يبقى تختار am من اشكال المستقبل ولازم الكلام يكون بتكلم عن المستقبل وهتلاقي كل الاجابات نفس المعنى برضو خلي بالك بس هي الفكرة ان في مفتاح اجابة يبقى هات هتكون هنا الاجابة ايه is going to study وضحت يبقى ايه اللي خلاني اختار is going to study اللي هي has decided ملايين من الاشجار تقطع لكي نصنع ورق جديد هنا في غلطة هو المفروض بيقول لحسن الحظ الاشجار تمام تعطينا افضل الورق تنمو لا التي تعطينا لان ما فيش في اللغة الانجليزية فعلين اساسين في الجملة تمام فنجيب جملة وصل الفعل الاساسي عندنا وهو grows وجملة الوصل المفروض هنا which or that يبقى الاشجار تنمو بسرعة ما لها اللي بتدينا دي جملة وصل زي جملة اعتراضية عندنا في العرب ماشي old paper الورق القديم can also be recycled ايضا يمكن اعادة تدويره طيب في اي بيقول كل عام يتم قطع ملايين اشجار لصنع ورق جديد لسوء الحظ هو لحسن الحظ يبقى كلمة لحسن الحظ في بي بيقول كل عام يتم قطع ملايين الاشجار لصنع ورق جديد لحسن الحظ لا تعطينا هو بيقول يعني تعطينا ما قال شي don't give في بيقول كل عام يتم قطع ملايين الاشجار لصنع ورق جديد لحسن الحظ تعطينا الاشجار افضل خشب للورق لا ينمو لا الذي ينمو بسرعة تمام في دي بيقول كل عام يتم قطع طبعا دي الاجابة كل عام يتم قطع ملايين الاشجار هنبدأ في اللغة الانجليزية بكلمة ملايين الاشجار تمام كده يتم قطعها اللي صنع ورق جديد اللي هو لحسن الحظ اللي تعطينا الاشجار هنبدأ بالاشجار عشان الفاعل ثم الفعل يبقى الاشجار تعطينا يبقى give us تمام افضل خشب للورق اللي هي the best wood for paper the best wood for a paper الذي ينمو بسرعة ينمو بسرعة يعني يعني grows very quickly تمام بسرعة كبيرة طيب يمكن ايضا اعادة تدوير الورق القديم هنبدأ باعادة تدوير فنقول او نبدأ الورق القديم على السناء بالفعل ماشي الورق القديم يبقى old paper يمكن اعادة تدويره يبقى can also be recycled ننتقل بقى الجزء الاداءات المنزلية unit 3 الوحدة الثالثة سؤال choose واحد بيقول i can play chess instead not playing basketball instead of معناها بدلا من يبقى استطيع ان ألعب الشطرنج بدلا من لعب كرة الثلة number two we want the government to punish those who نحن نريد من الحكومات ان تعاقب punish يعني تعاقب those who الذين نقط reinforced تمام او reinforced يعملوا ايه بقى للغابات المطيرة يحموها protect يحمي لا conserve برضو معناها يحمي او يحافظ على او يصون reserve معناها يحجز يحجز تذكرة وكذا بتساوي كلمة بك بالضبط كفعل طبعا تمام كده ولو جت مع نيتشر نيتشر reserve معناها ايه شباب محمية طبيعية ماشي اذا لا فالإجابة تكون destroy معناها ايه يدمر رقم تلاتة بيقول هل تعتقد ان التغير المناخي طبعا على بعض اسمها ايه climate change يبقى هل تعتقد ان التغير المناخي اثر على حياتنا بشكل سيء لكن weather معناها طقس ما شيء لفترة قصيرة اسبوع ايام وهاكذا ممكن شهور برضو بس مثلا على مدر السنة وهكذا اسمها climate air يعني هواء soil معناها تربة اربع اربع حصل على الدرجات الكاملة نقط studying المذاكرة بجد يعني معناها فعل دفنان بقى الترجمة بقى الترجمة كأنه اسم يبقى المذاكرة بجد طيب لو قلنا thanks محتاجين thanks to يعني بفضل بفضل المذاكرة بجد due to برضو بعدها اسم او verb ing معناها بسبب اللي هي تصحيحها في دي ماشي وبكوز عايزة of يبقى عندك due to because of thanks to لازم بعدهم ايه verb ing يديك معناها اسم او نون من غير verb ing خمسة all people prefer the traditional approach approach معناها منهج او توجه او اسلوب او طريقة وهكذا فبيقول الناس الاديمة او الكبار في السن يفضلون الاسلوب القديم او المنهج الاديم and resist ويقاومون نقط يبقى اي حاجة جديدة innovation يعني ابتكار وابداع حاجة جديدة صح طب حد يقولي طب ما هي renew يعني تجديد لا تجديد اسمها renewal او renewal بالامريكان تجديد يبقى عايزين ال n او عايزين ال al عايزين تدينا n اسم يعني noun isolation معناها عوز لا devolve دي فعل اصلا مش هنفكر فيها معناها يحول او ينتقل الى زي مثلا ايه يحول رقم ستة بيقول my brother is a not اخويا هو نقط he doesn't eat meat or fish هو مش بيأكل تمام ولا لحمة ولا سمك يبقى ايه ده نباتي شخص نباتي vegetarian vegetarian وتخلي بالنا دي اسم ماشي وعندك ال a عشان بعدها اسم inspector معناها مفتش ماشي مفتش طيب sociologist يعني اخصاء اجتماعي architect يعني مهندس معماري سبعة they are trying to know what the weather will look like in 20 years time هما بيحاول يعملوا ايه بقى الطقس هيكون عامل ازاي في خلال عشرين سنة protect يحمي prohibit معناها يمنع او يحضر prohibit predict معناها يتنبأ يتنبأ ويزيل يبقى الاجابة تكون predict يبقى predict معناها يتنبأ تمانية a dentist could put in a temporary filling الطبيب الاسنان قدر يضع حشو مؤقت but that's not the perfect note ولكنه ليس الحل للامثل يبقى اللي جاء بتكون solution solution يعني حل لكن cause معناها سبب ودزاين تصميم وبلوت معناها قطعة ارض تمام ارض زراعية مثلا او حبكة يعني اهم الاحداث في المسرحية ورواية وهكذا رقم تسعة بيقول بيقول الامتحان هيبدأ الساعة تسعة يوم ناربع اللي جاي مفتاح الاجابة عندك ايه الامتحان والساعة كزا ومستقبل يبقى دا اسمه جدول موعيد time table جدول موعيد في المستقبل بيكون ايه مضارع بسيط مضارع بسيط بس ما ابني مجهول هو بيقول امتحان هيبدأ فمعلوم عادي كأنه فاعل يعني دي مستقبل بسيط عايزين مضارع بسيط مضارع بسيط مش هنفكر فيها عشان عايزة قبلها وحتى لو موجودة طبقا لمنهجنا هتكون مضارع بسيط بس هي في اللغة عموما صح بس طبقا للاصح في المنهج بتاعنا مضارع بسيط مع جدول الموعيد عشرة اعتقل انها هتكون ساعة بكرة خلي بالك الاجابة هنا بالحسب يبقى تز بي مش موجودة في الانجليز مفيش حاجة اسمها از و بي في الانجليز مش موجودة ام از ار تو المصدر صح جونج تو المصدر صح يبقى دي سليمة هتقول لي بس مفيش دليل ماشي احنا ما قدمناش غير هقولك لي ويل بي عندك في بي هنا وهنا ويل بي بي طيب جونج تو عايزة ام از ار قبلها يبقى ازا الاجابة بالحسب هتكون is going to حضاشة بيقول watch out وبعدها خلي بالك يبقى ايه تنبيه او تحذير a warning about something to happen بشأن حاجة هتحصل اللي في الغالي بتكون ايه am is are going to المصدر يبقى خلي بالك تمام في حاجة تحصل ايه هي you are going to fall انت ستسقط يبقى اول ما تلاقي watch out be careful تمام اي حاجة معناها كن حذرا وبعدها exclamation mark علامة تعجب بنسبة كبيرة هتكون am is are going to المصدر في الاجابة اتناشر we not ought to perish tomorrow احنا مسافرين لباريس بكرة we have booked مفتاح الاجابة هنا we have booked the tickets احنا بالفعل حجزنا التذاكر ده اسمه arrangement يعني ترتيب حاجة ترتبت لها او رتبتها بقى عشان حاجة تانية تحصل في المستقبل ده اسمه زمن ايه من فاكر مضارع مستمر اللي هو مين are traveling يبقى اول ما تلاقي في اخر الجملة او اولها ان كل حاجة جاهزة رتبنا كل حاجة بالفعل عملنا كل حاجة يبقى على طول ده اسمه ترتيب ترتيب اللي حدث سيحدث في المستقبل يبقى مضارع ايه مستمر اللي هو am is is are زائد verb زائد ing نيجي بالسؤال الاسي 150 كلمة عن how to be a good person ازاي تكون شخص كويس انا جاهزتلكم اسي مكتوب بطريقة بسيطة لازم تستفاد منه انا دلوقتي هقرأ جملة جملة والترجمة العربي مكتوبة تحتها هقرأ بالراحة وياريت انت مرة تانية تكتب نفس الجمل دي على الال تكتبها بالعربي قدامك جملة جملة وبعد كده تترجمها هتفرق معاك جبا الجملة الاولى being a good person means being kind and helpful to others being a good person means being kind and helpful to others one way to be good is by always thinking about how our actions affect others one way to be good is by always thinking about how our actions affect others we should try to be understanding and patient with people even when they are not kind to us we should try to be understanding and patient with people even when they are not kind to us it's important to treat others the way we want to be treated it's important to treat others the way we want to be treated another way to be good is by showing gratitude and appreciation for the people in our lives another way to be good is by showing gratitude and appreciation for the people in our lives we can say thank you and show that we care about them we can say thank you and show that we care about them being honest and trustworthy is also important being honest and trustworthy is also important we should always tell the truth and keep our promises we should always tell the truth and keep our promises this helps people trust us this helps people trust us finally being a good person means being willing to help others when they need it finally being a good person means being willing to help others when they need it we can offer a helping hand or lend an ear to listen when someone is struggling we can offer a helping hand or lend an ear to listen when someone is struggling these small acts of kindness can make a big difference in someone's day these small acts of kindness can make a big difference in someone's day other way we have a great option one i saw a giant man in the desert and you saw a giant man giant 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 very small massive young يعني صغير صغير السن مثلا يعني ضخم إذا إجابة تكون إيه شباب هتكون ماسيف أو هيوج المفروض تزود مجهودك شوية عكس كلمة increase increase معناها يزيد أو يزداد بس هنا إيه؟ يرفع من أو يزيد فعل متعدل المفعول اللي هو يعني يقلل أو يقل لو فيه go down يعني أنخفض كانت تمشي لكن دي جو بس lesson يعني يقلل جاي من less صح elevate يعني يرفع leave يعني يترك فالإجابة تكون إيه؟ هتكون decrease we lesson أسي مقال عن the healthy food الطعام الصحي we should eat الذي ينبغي أن نأكله نفس الفكرة بالضبط أسي جاهزه تمام قدامكم وبعد كده نترجم قملة بقملة eating healthy food is important for our bodies to stay strong and feel good we should try to eat lots of fruits and vegetables every day because they are full of vitamins and minerals that help us grow and stay healthy foods like apples bananas carrots and spinach are good choices it's also good to eat protein like chicken fish or beans to help our muscles grow and keep us full of energy drinking plenty of water is important too to keep our bodies hydrated and working well we should try to avoid eating too much junk food like chips and candy or candy as they are not good for our bodies by choosing healthy foods like fruits vegetables protein and water we can take care of ourselves and feel our best every day group b نختار برضو إجابتين رقم واحد بيقول you can replace the damaged part تستطيع أن تستبدل كلمة replace معناها يحل المحلي يعني يستبدل الجزء التالف the synonyms of replace المرادف بتاع replace يستبدل change يغير ما هي يستبدل يعني يغيره طب ميك يصلع لا do يفعل لا substitute معناها يستبدل تمام repair معناها يصلح تقول يا مستر ما هو بيصلح لا بيقولك تستطيع أن تستبدل يعني تغيره خالص الجزء التالف تجيبه واحد مكانه فالإجابة تكون change we substitute number two you can walk well on dry lands تستطيع أن تمشي جيدا على الأرض أو الأراضي اليابسة تمام أو الجافة فعكس كلمة dry جاف عكسها ايه رطب hot يعني ساخن wet يعني مبتل أو رطب moist معناها رطب cut يعني يقطع decline معناها ايه ينخفض فإذا إجابة تكون wet moist reading is a useful hobby القراءة هي هواية مفيدة برضو نفس الفكرة reading is a helpful hobby that can bring many benefits to our lives when we read books we can learn new things and expand our knowledge about the world around us books can take us on exciting adventures and introduce us to different places and people reading can also improve our vocabulary and language skills making it easier for us to communicate with others it can help us relax and reduce stress especially when we find a good story that we enjoy by reading regularly we can keep our minds sharp and active it's a good way to spend our free time and can be a fun activity to do alone or with others so picking up a book and reading regularly can be a useful and enjoyable hobby that brings many benefits to our lives نجيب على جروب سيو دي آخر مجموعة واحد بيقول the police had found evidence against him الشرطة وجدت دليل أو أدلة وفي الغالب اسم لا يعاد يبقى الشرطة وجدت أدلة تمام against him ضده the synonyms of evidence evidence معناها دليل أو أدلة المرادف بتاحها إيه proof معناها إثبات أو دليل أو برهان يبقى نفس المعنى result نتيجة sign ممكن تكون معناها دليل برضو ماشي يبقى لها كذا معنى لا فتة أو دليل cause معناها سبب answer معناها إجابة فالإجابة تكون proof أو sign number two he didn't have any effect on us يعني هو ما كانش له أي تأثير علينا the synonyms of effect are not مرادف كلمة effect اللي هي أثر اللي هي قلنا influence أو impact وأحيانا result يبقى الإجابة تكون impact و influence لكن act يعني فعل أو حدث وفراية يعني تشكيلة أو تنوع rarity معناها ندرة جاية من الصفة rare يعني نادر تمام ننجي بقى الآخر اسي عن extreme sports الرياضات الصابة أو الشديدة extreme sports are activities that are very adventurous and exciting people who do extreme sports like to take risks and push themselves to their limits some popular extreme sports include snowboarding skydiving and rock climbing these sports can be dangerous so it's important to take safety precautions and have the right equipment even though extreme sports can be risky many people enjoy the thrill and adrenaline rush they get from participating in them extreme sports can also help build confidence and improve physical fitness it's important to have proper training and experience before trying extreme sports to reduce the risk of injury overall extreme sports can be a thrilling and challenging way to have fun and test your abilities to hospital out to have and in them they use to help andesty in them them ateg that over the To participate These